يا سادة احنا في محاسبة النفس لازم نقول حاجة مهمة جدا نعم الله سبحانه وتعالى قال بل الإنسان وعلى النفسية بصيرة نعم طب ليه بصير الإنسان لازم يكون بصير على نفسه ولازم دائما أبدا يكون حريص على أنه يستبصر في نفسه الاستبصار في النفس استبصار متعدد الأهداف منه هدف إن أنا أشوف أنا قد إيه حققت المطلوب مني لكن في نفس الوقت قد إيه وصلت لمرضات الله سبحانه وتعالى لكن في نفس الوقت قد إيه أنا محافظة على حب للحياة قد إيه أنا محافظة على اتزاني في الحياة كل الكلام ده مهم جدا 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 وعن نذكره كمعايير في محاسبة النفس يبقى إذن محاسبة النفس بتخلي الإنسان يتخلص من عمومه ويواصل التوبة ويواصل كمان السير إلى الله يبقى الهدف الأساسي من محاسبة النفس مش العقاب أبدا ده المراد من محاسبة النفس هو إن أنا أدير علاقة بالله سبحانه وتعالى يبقى النفس أحد الأشياء اللي النفس محتجاها ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من زكاها يبقى محاسبة النفس جزء من عملية التزكية جزء من عملية التزكية وعشان تبقى جزء من عملية التزكية لازم محاسبة النفس تندرج في إدارة النفس النفس إحنا مش هنحسن الظن في النفس يعني إيه؟ مش هنحسن الظن في أنفسنا بس مش هنجلدها طب نعمل إيه؟ أصل كل مصيبة وأصل كل معصية الرضا عن النفس يعني إيه الرضا عن النفس؟ أن أبرر لنفسي فيبقى أول حاجة لمحاسبة النفس جاي عشان تقضي عليها التبرير للنفس الأمارة بالسوق أنت ليه كسلت؟ قالك سلت يا جماعة أنا مش هتحمل كل الضغوط دي أنا مش هفضل أشتغل طول الوقت طول الوقت طول الوقت فتيجي إيه؟ البصيرة التي في قلبك والضمير آه بل الإنسان على نفسه بصير آه ضمير ينشأ الضمير فيقولك طب وهي يعني إيه رجولة؟ يعني إيه رجال صدقوا ما عهدوا الله عليه؟ الرجولة هو أن تستمر الرجولة أن تكون مع الله يبقى الرجولة هو أن أنت تستمر يبقى محاسبة النفس الأصل فيها أن هي جزء من التسكية يعني في الآخر خالص أنت تريد أنت بمحاسبة النفس لا أن تتهم النفس وأن تدين النفس وأن تظهر أسوأ ما فيها لكن محاسبة النفس المراد منها إخراج أحسن ما فيك يبقى عشان كده يبقى البداية الجديدة بتبدأ بمحاسبة النفس وكذلك ختام الأمر بيبدأ بمحاسبة النفس يبقى أنا عايز أحاسب نفسي عشان أخرج أفضل ما فيه وعشان كده لما سيدنا أمر قال حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا وزينوا أنفسكم قبل أن تزنوا ما قالش واتهموا أنفسكم وأهينوا أنفسكم فإنه أول عليكم في الحساب غدا أن تحاسبوا أنفسكم اليوم يبقى إيه اللي حاصل يبقى الإنسان يستعد للعرض الأكبر بأنه هو يحاسب نفسه يبقى إيه إحنا لازم نفهم كده طب محاسبة النفس عشان تكون محاسبة النفس متزنة لازم تكون إيه؟ لازم تكون محاسبة النفس عن بصيرة البصيرة يعني عن مراد ما ينفعش تحاسب نفسك عشان تحاسب نفسك ما فيش حاسمها محاسبة النفس لمحاسبة النفس ما فيش كده لكن أنت تحاسب نفسك ماذا قدمت لغد وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه آيب أنا إيه اللي حاصل أنا بحاسب نفسي على بكرة يكون إيه بكرة عند المعاد أنا عملت إيه للمعاد وتزوده فإن خير تزاد التقوى أنا عملت إيه لمعادي آيب أنا لازم أفكر في التفكير ده أنا عملت إيه للقاء الله أنا عملت إيه لمحبة الله عملت إيه يرضي الله لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح من الناس وما يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف يؤتيه أجرا عظيمة إذن المسألة لابد أن نحن نمشي بده